فمما ينبغي للمسلم أن يعتقله أن الله منزه عن كل نقص ولذلك نزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به فسبح نفسه وسبحته السماوات سبحت بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو ينزه سبحانه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون سبحانه وتعالى عما يقول المشركون سبحانه وتعالى عما يصفه به الواصفون مما لا يليق به جل جلاله وتقدست أسماؤه فنزه نفسه ونزهه أنبياؤه قال موسى عليه السلام لما سأله هارون عن شأن القرون التي مضت قال علمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى فنزه نفسه سبحانه نزهته أنبياؤه ونزه نفسه فقال سبحانه ما كان ربك نسية فصفات النقص نزه نفسه عنها سبحانه وتعالى فقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد فكل نقص هو منزه عنه سبحانه وتعالى وكل كمال وجلال فهو له جل جلاله وتقدست أسماؤه بما يليق بحمده وشكره جل جلاله سبحانه وتعالى فنزه نفسه عن نقص فقال وما الله بغافل فالله لا يغفل ولا ينسى ولا تأخذه السنة ولا نوم يحس المؤمن الموحد بنعمة الله عليه أن ربه في هذه الكمال من الصفات وأن الذي يدعوه ويؤمن به على هذه الصفات الكاملة التي وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه صلى الله عليه وسلم عليه ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة الله أكبر لم نعبد الشجر ولا الحجر ولا البقر ولا القبر ولا العباد ولا الملائكة ولا المخلوقين عبدنا إله الأولين والآخرين عبدنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فهذه الآيات لما يقرأها المؤمن من كتاب الله عز وجل يهتدي بهدايتها ولعل الله يصيبه برحمتها أن يتعرف على ربه أن الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن كل نقص وأنت حينما تشعر بهذا الشعور أنك توحد من هو سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد وأهل أن يثنى عليه بكل كمال وبكل جلال جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو أعلم سبحانه وتعالى بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر